بيبدأ الفيلم بخبر في التلفزيون عن رفض المحكمة للطعن اللي قدمه المجرم ديفيد جيل بخصوص براته في قضية قتل واختصاب زميلته كوناستس هاراوي اللي كانت معاه في جمعية ديث واتش واللي كانوا بيطالبوا فيها بإلغاء حكم الأعدام في ولاية تيكساس والمزيعة بتقول أن ديفيد اتحدد لي معاه دي الأعدام يوم الجمعة وبكده مفيش قدامه غير ثلاث يام بس لكن رغبة ديفيد الأخيرة كانت أنه يتكلم مع صحفيها اسمها بيتسي وهو طالبها بالاسم علشان يتكلم معاها ورفض يتكلم مع حد تاني وبتكون في صحفية اسمها باربرا بتسمع الأخبار دي في التلفزيون وبتتكلم مع جوه المدير بتاعها وبتقوله على حصل فبيطلوا منها جوه أنها تجيب بيتسي ويروحوا المكتب بتاعه دلوقتي وفعلا بتروح باربرا وبيتسي على مكتب جوه وجوه بيقول لهم أن بيتسي لازم تعمل اللقاء ده وتسجل كل حاجة علشان الموضوع يبقى سبق الصحفي كبير ليهم خصوصا أن القضية واخد ضجة إعلامية كبيرة جدا ولازم يغطوها وبيعرف بيتسي أن هيبقى فيه متدرب معاها علشان يساعدها في اللقاءات دي وبيقول لها أنه خلص كل الإجراءات القانونية اللي هتسهل عليها دخول السجن علشان تعمل اللقاء بعدها بنشوف بيتسي وهي ركبة العربية مع زاك المتدرب اللي معاها وزاك بيقول لها أنه حاسس أنه فيه حاجة غلط في القضية دي خصوصا أنه قرى كثير عن ديفيد جيل وعارف أنه كان أستاذ فلسفة في الجامعة ومقلف كتب وحياته كانت مستقرة مع عمراته وابنه وأكيد تهمة الاختصاب والقاتل دي متلفقة علشان حد عايز يخلص منه بعد مطالب إلغاء حكم الإعدام وبيفضلوا مكملين في الطريق لحد ما العربية بتعطل بيهم وبينزلوا يبصوا عليها لكنهم بيشوفوا عربية تانية فيها واحد لابس كاب رعاة البقر وبرائبهم وأول ما بياخد باله أن زاك وبيتسي شافوه بيسيبهم وبيمشي وتاني يوم بنشوف أن زاك وبيتسي اتقابلوا في كافية قريب من السجن علشان يروحوا مع بعض وبيتحركوا على السجن وبيدخلوا جوه بعد ما بياخدوا الكرنيهات بتاعت الزيارة وبيدخلوا للمدير ديوك جروفر وبيطلوا منهم يمشوا معاه علشان يوصلهم لديفيد وفعلا بيمشوا معاه وبيفضل ديوك يحذرهم من أنهم يدخلوا معاهم أي حاجة غالية أو فلوس أو موبايل وبيقولهم أن الزيارة بيكون فيها زباط كتير حوالين المتهم لأن الناس هنا خطر وممكن يبقى رد فعلهم عنيف تجاه المدنيين وبعد شوية بيقصلوا للمكان اللي فيه ديوك وبيشوفوا أنه قاعد مع المحامي بتاعه بيليو وبيسلم عليهم وبيقول لبيتسي أنه عايز يقابلها في مكتبه علشان يتكلم معاه شوية وبيطلب من زاك ييجي معاه يقفه برا علشان يسيبه بيتسي مع ديوك يتكلمه براحتهم وزاك بيوافق وبيخرج معاه وبتعد بيتسي مع ديوك وبتسأله ليه يختارها هي بالذات فبيقول لها أن السؤال ده هيجاوب عليه بعدين أو هي هتعرفه لوحدها فبتقول له ممكن نبدأ منين فبيقول لها أنه هيبدأ معاها من الفترة اللي كانت حياته مستقرة وكان فيها رئيس قسم الفلسفة في الجامعة وبيبدأ ديوك يحكي وبيخن بالأحداث للوقت اللي كان فيه بيدرس للطلبة في الجامعة وبيتكلم فيها عن الأحلام وأن الإنسان لو صد حلمه بيحققه وأنه لازم يحلم بحاجة مش منطقية علشان يبقى اسمه حلم وأثناء ما هو في المحاضرة بتدخل طالبة اسمها بيرلين بتكون جاية متأخر وبتعتذر لديفيد وبتقعد معاهم وبعد ما المحاضرة بتخلص بتروح بيرلين علشان تقرب من ديفيد وبتقول له أنها مستعدة تعمل أي حاجة علشان بس يخليها تنجح ويديها درجات حلوة فبيقرب لها ديفيد وبيقول لها الأحسن أنك تذكري وتشيل أي أفكار تانية من دماغك وما تعرضيش الموضوع ده تاني علي وبيسيبها وبيمشي وبرلين بتبقى متضايق أنه رفضها وبيخرج ديفيد وبيقابل كونستس الدكتورة زميلته في الجامعة وكونستس بتتكلم معاه عن جامعية Death Watch وأنهم لازم يركزوا الفترة اللي جاية علشان عايزين يكسفوا ظهرهم في الإعلام علشان يناقشوا قضايا الإعدام ويحققوا هدفهم بعدها بيرجع ديفيد البيت وبيتكلم مع ابنه جيمي وبيفضل يلعب معاه وبعد ما بيخلصه وبيتطمن أن جيمي نام بينزل علشان يروح حفلة عاملها صديق لي في الجامعة اسمه ريس ولما بيروح بيتفاجئ أن برلين الطالبة هناك في الحفلة وبتفضل تقرب منه للمرة التانية وبتقوله أنت لازم تعتذر لي على اللي عملته معايا الصبح لكن المرة دي بيفضل ديفيد يشرب وبيكون مش في وعيه وبيعمل لها اللي هي عايزاه وبيقضوا الوقت مع بعض وتاني يوم بيكون ديفيد قاعد مع كونستس في كافي بيرجع الكلام اللي ديفيد هيقوله في التلفزيون مع حاكم تيكسس لما يظهر معاه في برنامج التوكشو علشان يناقش قانون إلغاء حكم الإعدام لكن المشكلة أن ديفيد بيكون قاعد مش مركز وسرحان ولما كونستس بتسأله ماله بيحكي لها اللي حصل بينه وبين برلين فبتتداق وبتقوله إن برلين هتفضحه وهتعرف كل الناس اللي حصل ده وهتبتزه إنه يديها درجات وينجحها علشان ما تفضحوش وديفيد بيكون متضايق وعمال يلوم نفسه وبيقول لكونستس إنها غلطة ولحظة ضعف ومش هتتكرر تاني وبينشوف بعد كده ديفيد وهو في التلفزيون مع الحاكم بتاع ولاية تكسس وبينقش معاه القضية وبيقول إن البشر محتاجين دايما فرصة تانية وإن حكم الإعدام تلغى في ولايات كتير لكنه لسه موجود في تكسس بس وبيعرفه قد إيه الموضوع مكلف وبيصرف فلوس على إن بني آدم يموت وهو ممكن يكون بريء في الآخر فبيقوله الحاكم إنه بيتحدى دلوقتي يقول اسم واحد بس من اللي اتحكم عليهم بالإعدام من يوم ما هو بقى الحاكم ويكون الشخص ده مظلوم فبيحس ديفيد إنه تحرج وما بيعرفش يجاوب لكنه بيفضل يتعصب وبيقول إنه سهل عليكو تقتلوا الناس ومش سهل عليكو تعملوا تحريات كويسة تثبت براءة متهم وبيفضل يقول إن جمعية ديث واتش مش هتستسلم وبعد ما بيخلص كلامه بيخرج مع كونستس وبتكون متدايق أنه فقد أعصابه وبتقوله أنت ما تكلمتش عن القضية نفسها أنت تكلمت عن أخطاء الحاكم وكنت عايز تطلع نفسك زكي وخلاص وفي الوقت ده بييجي اتنين من رجالة الشرطة علشان يقبضوا على ديفيد وديفيد بيقولهم إنه مش فاهم عايزينه في إيه فبيقولوله إن علي تهمة اختصاب لبنت عنده في الجامعة اسمها بيرلين والحد هنا بيقف ديفيد وبيقول لبيتسي إن بيرلين حابت تعمل كده علشان تثبت لنفسها إنه ماينفعش حد يرفضها من أول مرة وقررت تدمر حياتي وبييجي زابط يقول لديفيد وبيتسي إن الزيارة خلصت النهاردة وممكن يكملوا بكرة وفعلا بتخرج بيتسي وبتروح تقابل زاك وبتحكي له على اللي حصل وزاك بيقول لها إنه مصدق ديفيد وحاسس إنه مظلوم لكن بيتسي بتتدايق منه وبتقوله إن فيه الثلاث محاكم أدان وديفيد بتهمة اختصاب كونستس ده غير الحمض النووي اللي لقوه في جسمها والحمض ده كان لديفيد وبعد ما بيركبه العربية بيشوفوا إن لسه نفس الشخص اللي لابس لبس رعاة البقر ده بيرائبهم وتاني يوم بيروحوا بيتسي وزاك على بيت كونستس علشان يشوفوا أي دليل هناك ويعرفوا أكتر وبتفتح لهم الباب واحدة اسمها نيكو اللي بتقولهم إنها مؤجرة البيت وعملها معرض صغير والدخول بتلاتين دولار وبتقولهم إنها تسمح لهم يتفرجوا على الحاجات اللي حصلت في الجريمة بتاعت كونستس لأنها سيبقى كل حاجة في مكانها وبتخدهم على المطبخ وبتقولهم إن الجريمة حصلت هنا وإن ديفيد غطوا إشها بكيس بلاستيك علشان ما تعرفش تتنفس وربط إيديها بالكلبشات وخلاها تبلع المفتاح وبعد ما اعتدى عليها أتلها ورماها هنا وبتوريهم الكاميرا اللي كانت محطوطة هنا علشان يصور بيها الجريمة وبتقولهم إن كان فيه حامل للكاميرات بس خطبها خده وهيجيبه مرة تانية بعدها بتخلص بيتسي وبتروح على السجن مرة تانية علشان تقابل ديفيد وبتقوله على اللي شفيته في بيت كونستس وديفيد بيقول لها إن كونستس تقتلت بطريقة اسمها طريقة الشرطة السرية الرومانية ودي طريقة كان الرومان بيعملوها مع الأسرة أو الناس اللي عايزينهم يعترفوا بحاجة بإنهم يخنقوهم ويربطوا إيدهم بالكلبشات ويخلهم يبلعوا المفتاح علشان يبقوا حاسين إن طوء النجاة كان قريب منهم لكنهم ما طلهوش وبيقول لها إن ده نفس اللي بيتعامل معايا لأنك لو لوحظت إن فيه حامل للكاميرا مختفي وده ما فيش عليه أي بصمات أو أي دليل إيدانة وزي ما يكون حد عايز يوصلي إن دليل برأتي أنا كمان موجود برا وأنا مش قادر أوصله وبيتسي بتسمع كلامه للآخر وبعدها بتقوله يكمل لها القصة وبيبدأ ديفيد يحكي لها إن برأته ظهرت في القضية بتاعة بيرلين دي وما كانش فيه أي دليل إيدانة ضده لكن بعد كده الموضوع بقى أسوأ لأن مراته قررت إنها تاخد ابنهم جيمي وتسافر إسبانيا وتطلب الطلاق من ديفيد وكمان كان استسجاب تزور ديفيد في البيت وقالت له إن الجامعة قررت تفصله بسبب القضية دي لأنها قضية شرف وديفيد بيكون محطم وبيرجع يشرب كحليات تاني كتير وحاول إنه يلاقي شغل بأي طريقة لكن مفيش فايدة وكل اللي بيطلب منه يشغله بيقوله إنك في نظر الإعلام والطلبة والمدرسين فأنت مختصب حتى لو المحكمة ديت لك براءة والكل كان فاكر إنها شطارة محامي لكن أنت نفسك مزنب وواحدة واحدة حياة ديفيد بتتدمر وكمان ما بيكونش عارف يوصل لجيمي ابنه ولا امراته ولما بيروح يقعد مع بيليو المحامي بتاعه بيعرف إن امراته رفع عليه قضية علشان تضم حضانة جيمي ابنهم ليها وبيعرف ديفيد إن موقفه في القضية صعب جدا لأن ليه تاريخ في الشرب وإدمان الكحول وكمان قضية الاختصاب وإنه ساب شغله كل ده مش هيكون في مصلحته وهيخلي القاضي يحكم لمراته فلازم الأول تهتم منك تحلل المشاكل اللي عندك دي علشان تشوفه مرة تانية وفعلا ديفيد بيعمل بنصحته وبيروح ياخد جلسات للتعافي من الإدمان وبيبطل كحول وكمان بيلاقي شغل في مكان اسمه ريديو شاد وأول ما بيتقبل في الوظيفة بيروحها لشان يعرف كونستس ويفرحها وهي بتفرح جدا وبتعرفوا آخر الأخبار في القضايا اللي بيحاولوا ينقذوا اللي محكم عليهم بالإعدام فيها وفيهم بيكون ديفيد مع كونستس وباقي أعضاء جمعية ديث واتش وكونستس بتكون بتكلم جون رئيس الجمعية وبيدخل عليها ديفيد وبيعد يسمع المكالمة وجون بيطلب من كونستس إنها تطرد ديفيد واتخليه ما يدخلش المبنى بتاعهم تاني وبيفضل يقول عليه مختصب وبتاع شرب وديفيد بيتدايق وبينهار وبيسيبهم ويمشي وساعاتها بيفضل ديفيد يشرب وحالته بتسوق خصوصا لما بيكلم مراته من تليفون في الشارع وبيقولها إنه عايز يكلم جيمي وأول ما بتسمع صوته بتقفل وبيفضل قاعد في البيت مكتائب فبتروح كونستس عشان تزوره وهناك بتقع على الأرض من غير ما يبقى ديفيد فاهم فيه إيه وبيأخدها وبيجري بيها على المستشفى وبيعرف إن الدكتورة إنها عندها سرطان في الدم في مرحلة متأخرة ومحتاجة رعاية ونظام خاص تمشي عليه وديفيد بينهار لإنه ما كانش يعرف المعلومة دي وبعدها بنرجع لديفيد وبيتكلم مع بيتسي وبيقف لحد هنا وبيقولها إن كونستس ما كانتش عايزة تقوله علشان ما تزعلوش وتخليش الهمها وبعد ما بيتسي بتخلص بتخرج تقابل زاك وبيرجعوا على الفندق اللي قاعدين فيه ولما بتفتح بيتسي قضتها بتتفاجئ بشريط فيديو متعلق على الحيطة فبيجري زاك يجيب جهاز الفيديو وبيشغلوا الشريط وبيشوفوا شكل كونستس بعد ما ماتت وهي مرمية على الأرض والكلبشات في إيديها وبتفضل بيتسي تعيط وبتكون صعبان عليها وزاك بيحاول يهديها وبيقولها إن كل حاجة هتبقى كويسة وبنيجي بعد كده لليوم التالت وبنشوف إن زاك وبيتسي راجبين العربية وشايفين عربية ماشية وراهم وبترائبهم ولما بتبص بيتسي في المراية بتشوف إن ده نفس الشخص اللي لابس لبس رعات البقر فبتقول زاك يطلع ورقة وقلم بسرعة وياخد رقم العربية لكنهم ما بيلحقوش علشان العربية بتغير اتجاهها وبتمشي من وراهم فبتروح بيتسي عن محامي بيليو وبتقوله على موضوع الشريط ده وهو بيقول لها إن ده مش دليل لأي حاجة لكن هيعمل اللي عليه وهياخد الشريط ويعرضه على القاضي ويشوف وبعد ما بتخلص عنده وبتنزل بتفتكر إنها نسيت الجاكت بتاعها فوق ولما بترجع مرة تانية بتشوف الراجل اللي بيرأيبهم وهو عند الأسانسير فبتجري بسرعة علشان ما يشوفهاش وبتروح على زاك اللي بيكون في العربية وبتقوله يفضل مستني ولما الراجل ده يتحرك يمشي وراه ويعرف هو مين بالضبط وبتقوله إن هي هتروح لديفيد بتاكسي وفعلا زاك بيفضل مستني وبيطارد الراجل ده لكنه بيقدر يهرب منه وبيعز القطر في آخر لحظة والقطر بيقفل الطريقة على زاك وبيخليه مش عارف يعدي ومن الناحية التانية بتكون بيتسي وصلت لديفيد وبتقوله إنها شافت حد بيرأيبها بقيله كذا يوم ولما كانت عند بيليو شافته هناك وأكيد أنت تعرفه فبيقول لها ديفيد إن ده اسمه داستي رايت وهو كان المدير المحلي للمنظمة قبل كونستس لكنه ترفض وكونستس قررت تسيبه في المنظمة لأنهم أصدقاء مقربين جدا فبتسأله بيتسي لو كان داستي شهد في المحكمة ولا لأ فبيقول لها ديفيد إنه شهد إنه بيطعطى الكحوليات كتير وخلى القضي يثبت التهم علي بما أني مش ببقى فوعي وانا شارب فبتقوله بيتسي إن التحليل أثبتت إن الحمد النووي بتاعك كان في جسد كونستس يبقى أكيد كل اللي بتحكيه دا كده فبيقول لها إن الموضوع معقد شوية لكنه هيقول لها كل حاجة وبيحكي لها عن الفترة اللي بدأت منظام الديث واتش يعملوا مظاهرات في الشارع ويرقبوا كل حالات الأعدام ومع كل حالة بتتنفذ كان بيجي إحباط أكتر لكل أعضاء المنظمة خصوصاً كونستس اللي كانت حاسة إنها مش هتعرف تأدي رسالتها لإنها قرابت تموت بسبب المرض بتاعها وبسبب حالة الإحباط دي كانت عند ديفيد في البيت وطلبت منه إنه ما يستبهاش ويفضل جنبها وفعلاً ديفيد فضل جنبها في الليلة دي وقضوا الليلة مع بعض وبيرجع يقول لبيتسي لما حس بالغيرة إنها اخترتها كنت وما اخترتهوش هو وهو بيحبها فبيقول لها ديفيد إن ده ممكن يكون احتمال بس دلوقتي كان آخر يوم في الزيارة وخلاص خلصت وحكم الإعدام هيتنفذ بكرة الساعة 6 وبيقول لبيتسي أنت قدامك 24 ساعة علشان تثبيتي فيها برأتي أو على الأقل لو الحكم تنفذ تقدري تثبيتي برأتي قدام ابني علشان يعيش رأسه مرفوعة وبتسي بتخلص معاه وبتخرج وبترجع مع زاك على الفندق وهناك بيقابلوا بليو اللي بيقول لبيتسي أنه جه علشان يديها الجاكت بتاعها اللي نسيته في مكتبه وبيتسي بتسأله لو كانت كونستس وداستي أصدقاء فبيقول لها إنهم كانوا مقربين جدا لدرجة هي ما تتخيلهاش وبتدخل بيتسي تنام وزاك بيكون نايم على الأرض علشان الصبح يتحركوا بدري وتاني يوم الصبح بتصحى بيتسي وبتدخل تستخدم الفوطة بتاعت الحمام ولما بتلاقيها محطوطة بشكل عشوائي بيجي لها وقتها فكرة وبتخرج بسرعة صحي زاك وبتقولوا هاتي التلفزيون وجهاز الفيديو وتعالى ورايه بسرعة وزاك بيقوموا هو مش فهم حاجة ولا عارف هما رايحين فين فبتقولوا إنه هما رايحين البيت بتاع كونستس علشان فيه حاجة جات في دماغها وفعلا بيوصلوا على البيت وبيدخلوا لناكو وبيقولوا لها إنهم هيدوها 100 دولار بس تسمع كلبهم وبتبدأ بيتسي هتحط الفيديو اللي فيه كونستس قبل ما تموت والفيديو التاني بيكون بيصور المطبخ في الوقت الحالي علشان تقرن الاتنين مع بعض وبتطلم منكو إنها تنام على الأرض بنفس الطريقة لكونستس نايمة بيها بعدها بتطلم منها إنها تحط الكلبشات في إيديها بنفس الطريقة وتشيل الجوانتي زي ما هو محتوط في فيديو موت كونستس كده لكن برضو بيتسي بتكون مش مقتنعة وبتحس إن الموضوع في حاجة غلط علشان كده بتقوم وبتقرر تنام هي مكان الجثة وبتربط نفسها بالكلبش وبتحط الكيس البلاستيك على وشها وبتخلي نفسها في نفس أجواء جريمة القتل بالزبط وبتقول زاك يستنى 3 دقايق على الأقل وبعد كده يقدر يفكها وأثناء 3 دقايق دول بتفضل بيتسي تتقلم وبتحس إنها هتموت فبتحرك رجلها بنفس الطريقة اللي كانت كونستس بتحركها في الفيديو وزاك بيخاف عليها وبيفكها بسرعة بس بتقوم بيتسي وبتقول إن كونستس هي اللي عملت كده في نفسها وبتقولهم إن كونستس استخدمت الجوانتي اللي في المطبخ علشان ما يبقاش فيه بصمات ليها واللي يثبت كده إنها لما خلعت الجوانتي خلعته بطريقة منظمة زي ستات البيوت وحطته على الرخامة أما لو قاتل كان رماه بأي شكل عشوائي أو قلبه بنفس طريقة زاك لما قلب الفوته في الحمام زيه زي أي راجل بيحط الحاجة بطريقة عشوائية فبيسألها زاك طب وهتلبس كلبشات في إيديها ليه فبتقوله علشان تمنع نفسها إنها تقطع الكيس بشكل لا إراضي زي ما أنا كنت عايزة أقطع الكيس ده بأي شكل بسبب غريزة البقاء اللي موجودة عند أي بني آدم لكن بردو زاك بيكون مش مقتنع وبيقول لها إن أكيد واحدة زي كونستس كانت عايزة تلغي حكم الإعدام أصلا يعني مش هتعمل كده في نفسها علشان تودي واحد بريء للإعدام فبتقوله بيتسي بالعكس هي عملت كده علشان تثبت قدام العالم كله إن في حالات إعدام كتير بريئة والقانون اللازم يتغير وعلى طول بيطلعوا على كابير التليفونات وبيتصلوا على داستي في البيت وزاك بيقوله إنه عارف كل حاجة وعايز يقابله وبيعرفوا عنوان البنزينة وبتكون الخطة إنهم يسحبوا داستي برا البيت وبيتسي تروح على البيت بتاعه وتقلب في باقي الشرايط يمكن تلاقي دليل برائد ديفيد وفعلا بتروح بيتسي على البيت بتاع داستي وبتدخل جوه وبتفضل تقلب في شرايط الفيديو لحد ما بتلاقي الشريط فيه كونستس وهي وقفة في المطبخ وفعلا بتكون بتقلع هدومها وبتربط نفسها وبترمي نفسها على الأرض وبيتسي بتفضل تعيط لأن دليل برائد ديفيد في إديها لكن المشكلة إنه بيكون فاضل أقل من ساعة واحدة على تنفيذ حكم الإعدام وبتتفاجئ بحد وراها وبتتخض لكنه بيطلع زاك وبيقول لها لازم نتحرك بسرعة وفعلا بيطلعوا يجروا هما الاتنين والمفاجأة إن داستي بيكون قاعد في العربية بيتفرج عليهم وزي ما يكون هو اللي عايزهم يوصلوا للشريط ده وفي الطريق بينزل زاك علشان يكلم الحاكم أو مأمور السجن أو أي حد يقدر يوقف حكم الإعدام وبيتسي بتاخد الشريط وبتطلع تجري علشان تلحق ديفيد بس المشكلة إن العربية بتتعطل بيها وبتنزل تجري على رجلها ومن الناحية التانية بيكون فيه صحفيين ووسائل إعلام كتير بستنيين تنفيذ حكم الإعدام في ديفيد وبعد شوية بتوصل بيتسي ومعاها الشريط لكنها بتشوف المأمور وهو بيتكلم إن خلاص تم تنفيذ حكم الإعدام في ديفيد الساعة 6 و 12 دقيقة وبيتسي بتقع على الأرض وبتفضل تعيط وبتكون منهارة إنها مليحقش تنقص ديفيد وتاني يوم بنشوف إن الشريط اللي مع بيتسي انتشر في كل وسائل الإعلام وكل الصحفيين بيتكلموا في التلفزيون وفي البرامج على برائد ديفيد وإن حكم الإعدام اللي تنفس فيه ده كان ظالم ولازم يتعاد منقشة قانون الإعدام علشان المتهم يبقى عنده فرصة يثبت فيها برائته وكلهم بيتكلموا عن داستي رايت اللي كان معاه دليل البراءة ومخبيه وفي الوقت ده بيكون داستي رايت بيقابل بيليو في المطار وبيليو بيديله الهوية الجديدة وفلوس علشان يسافر بيها ويبدأ حياته في مكان تاني أما بيتسي فبتحس إنها ارتاحة إنها ردت شرف ديفيد خصوصاً إن كل وسائل الإعلام دلوقتي بتتكلم عن قانون الإعدام وبتقول إن اللي ديفيد فشل فيه وهو عايش دلوقتي ممكن يتطبق بنسبة كبيرة وهو ميت وبييجي طرد من شركة شحن البيتسي على مكتبها وبيكون عبارة عن اللعبة المفضلة لجيمي ابن ديفيد ومعايا ورقة مكتوب فيها إن ده فيه دليل الحرية فبتاخدوا بيتسي وبتجري بسرعة على قوضة وبتقفل على نفسها الباب وبتفتح الفيديو وبتشوف نفس الفيديو القديم لما كانستس كانت في المطبخ وهي اللي انتحرت بنفسها وهي كانت مقررة للانتحار لأنها كده كده هتموت بسبب مراضها بس هي عملت كده عشان تثبت للعالم كله إن ممكن واحد يتعدمه هو مظلوم أما الفيديو فبيكون المراضي فيه حتة زيادة وبعد ما كانستس بتموت بيروح دستي علشان يتأكد إنها ماتت وبيقول لحد ورا الكاميرا إن خلاص كده كل حاجة خلصت وبنتفاجئ إن اللي ورا الكاميرا ده هو ديفيد نفسه وبيبص للكاميرا وكان متفق هو وكونستس على كل اللي حصل علشان يثبته وجهة نظرهم وبيتسي بتفضل تعيط وهي مش مصدقة إن ديفيد ضحب نفسه وسب نفسه يتعدم مع إنه عارف فين دليل برأته علشان بس يثبت للعالم إن قانون الأعدام ممكن يكون ظالم ويموت واحد بريء فحين إنه لو خد وقت كافي ممكن يثبت برأته ويرجع تاني يعيش وبكده بيكون خلص فيلم النهارده لو عجبك الملخص متنساش تعمل لايك وشير وسابسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القضي تابعوني على قناة وصفحة الفيسبوك شكرا